وشدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي على ضرورة اتخاذ خطوات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد كما أكد عبدالعاطي مناقشة عدد من القضايا الملحة في المنطقة والقرن الإفريقي مع الجانب الفرنسي اتفقنا معا على أن التصعيد في المنطقة لا يخدم مصالح أي طرف وثم الطريق واضح لخفض التصعيد وتجنب انفلات الأمور وما يمكن أن ينتج عن أي حسابات خاطئة أو تحركات غير محسوبة إلى انفجار الأوضاع بشكل كامل كما ذكرت اتفقنا سويا أن العنصر الهام في وقف هذا التصعيد هو أولا وقف حمام الدم والقتل الذي يحدث في قطاع غزة وبشكل فوري وفي إطار صفقة متكاملة وبما يمثل المخرج الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الحرب والمواجهات التي لن يخرج منها أي طرف رابحا نقدر بطبيعة الحال هنا في مصر الجهود التي تبذلها فرنسا في خفض التصعيد وخفض حدة التوتر وما تقوم به من أدوار مع شركائها في الإقليم ونؤكد مرة أخرى أن الفرصة لا تزال صانحة إذا صدقت النواية وإذا كانت هناك إرادة سياسية لدى الأطراف في وضع حد لهذه المذابح اليومية التي تحدث في غزة ويعيشها الفلسطينيون